اصدقائي العزاء اهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الكيمياء حلقة اليوم ان شاء الله عن التحليل الكيميائي الكمي اصدقائي احنا اكدنا ان التحليل الكيميائي علم هام جدا ساعد على حدوث نهضة كبيرة جدا وخدمة جليلة لمجالات كثيرة جدا منها المجال الزراعي والصناعي والتلوث والبيئي ودي من الحاجات الهامة جدا في التحليل الكيميائي وخاصة في المجال الطبي ولذلك احنا قلنا ان هناك نوعين من التحليل الكيميائي عندي تحليل كيميائي كيفي وقلنا هو يستخدم في التعرف على مكونات المادة طيب لكن النوع الثاني متخصص في تحديد تركيز والنسبة الماءوية لكل مكون من مكونات المادة يبقى احنا فين دلوقتي احنا في النوع الثاني من التحليل الكيميائي وهو التحليل الكيميائي الايه؟ الكمي تمام يبقى احنا دلوقتي في التحليل الكيميائي الكمي بتعريفه اللي هو الخاص بتحديد النسبة كل مكون او تركيز كل مكون من مكونات المادة طيب هل التحليل الكمي هنا ليه انواع؟ هنبدأ بالنوع الاول التحليل الكمي الحجمي التحليل الكمي الايه؟ الحجمي عشان كده بنقول ان التحليل الكمي الحجمي هو اول نوع من دراستنا في التحليل الكيميائي الكمي وهو التحليل الحجمي طيب قالوا كده ناخد التعريف بتاعه التحليل الحجمي هو عباره عن ايه؟ بنقول هو طريقة بتعتمد على قياس حجوم اخد بالك بنقول حجوم المواد المواد تقدرها اذا هو طريقة ايه؟ طريقة عملية بيستخدم في التحليل الحجمي ادوات وطريقة عملية بتعتمد على اننا اقيس وحدد حجم مادة طب انو حجم مادة المواد تقدرها ما احنا سميناها ليه تحليل حجمي عشان احنا حنحدد ونعين النسبة او الحجم بتاع مادة معينة طيب هل هناك طوق في الكيميا ممكن نستخدمها في هذا التحليل الحجمي كنوع من انواع التحليل الكيميائي الكمي اه يلا نتعرف عليها طيب اسمها ايه هنا وادوات كثيرة اسمها المحلول القياسي لابد ان يكون عندي وانا بعمل تحليل حجمي حاجة اسمها محلول قياسي ليه؟ لان المحلول القياسي ده محلول معلوم تركيزه محلول معلوم تركيزه عشان كده بنقول هو مادة معلومة الحجم والتركيز كمان بتستخدم في قياس مادة مجهولة طيب يبقى على مهلنا كده عايزين نفهم المحلول القياسي احنا حتى من اسمه احنا بنقيس عليه يبقى في الاصل انا عندي مادتين مادة معلومة الحجم والتركيز يبقى دي هنطلق عليها اسم المحلول القياسي تمام والمادة الاخرى هي مجهولة التركيز بمعلومية الحجم هنقدر نجيب المجهول اللي هو التركيز طيب ليه احنا بدأنا بالمحلول القياسي؟ لان احنا هنقوم بعملية اسمها المعاياة هنعاير اه ودي عملية هامة جدا بيتم استخدام في هزا العملية المحلول القياسي طيب عشان كده احنا قلنا نبدأ بتعريف المحلول ايه القياسي كويس جدا طيب تعالوا نشوف بقى المعايرة اذا المعايرة هي عبارة عن ايه هي عملية اضافة مادة هه معلومة الحجم والتركيز اه هي عملية التعيين تركيز حمض او قعدة بمعلومية الحجم اللازم منه للتعادل مع قعدة او حمض معلوم الحجم والتركيز طيب نركز اكتر احنا كمان عشان نفهمها يبقى هي عملية اضافة مادة ايه هه معلومة حجم وتركيز الى مادة اخرى مجهولة التركيز طيب المعلوم الحجم والتركيز من شوية سامناء ايه ايوه المحلول القياسي يبقى عايزين بس ايه ناخد بالنا من المفاهيم لان احنا بدأنا دلوقت بقى مش بس هناخد قوانين ومسائل لا ده احنا دخلنا في المفاهيم الكيميائية الهمة جدا في دراستنا للتحليل الحجمي يبقى اذا في التحليل الكمي الحجمي تستخدم طريقة اسمها المعايرة طيب في هذه الطريقة يستخدم محلول قياسي معلوم حجمه وتركيزه كويس جدا طيب هنا مهم جدا بقى ان احنا نتعرف على التفاعلات الكيميائية اللي بتستخدم في عملية المعايرة ليه لان لو جينا بصينا تاني لتعريف المعايرة هتايب اتكلم عن حمض وقلوي او حمض وقعدة برضو الحتة دي بتلخبطنا شوية احنا الاساس قعدة طب القلوي هي جزء من القعدة فكل القلويات قواعد فلقلنا حمض مع قعدة ماشي لو قلنا حمض مع قلوي هي جزء من القعدة طيب يبقى اذا التفاعلات اللي بين حمض وقعدة دي عبوة عن تفاعلات ايه سبق دراستها ممتاز هي تفاعلات التعادل يبقى اذا تفاعل التعادل هو احد التفاعلات الكيميائية المستخدمة في عملية المعايد طيب يبقى يلا بينا الاول نتعرف على ما هي العمليات او ما هي التفاعلات الكيميائية المستخدمة في عملية المعايد ليه لان مهم جدا ان احنا نعرف ايه هي العمليات دي طيب نشوف كده مع بعض التفاعلات المستخدمة في عملية ايه المعايد طيب هنا اول تفاعل عندي هنتكلم فيه ومهم جدا هو تفاعلات التعادل طيب تفاعل التعادل ده بايه بيتم في ايه قالك دي تفاعلات بتستخدم في تقدير تركيز الاحماض يعني مثلا ناخد حمض الهيدوكولوريك اتش سي ال حمض الكابريتيك اتش تو اس اوفور والقواعد مثل هيدوكسيد السوديوم او كوبونات السوديوم طيب احنا زمان كنا بنقول قاعدة هي اللي فيها هيدوكسيد او اتش لا احنا هناخد ان شاء الله السنة دي ان هناك املح اخرى زي كوبونات السوديوم وحنثبتها في ده بس اسمه التميق وبنثبت ان هي وسطها قاعدة اذا انا بعمل ايه هنا بعمل معيرة بين مادتين بين حمض وايه وقاعدة حمض وقلوي طب هنا إيه الأساس في التفاعل هنا أساسها هو تفاعل التعادل ليه؟ لأنه بينتج من هذا التفاعل ملح ومية وكل من الملح والماء هي تفاعلات أو هي نواتج متعادلة التأثير على حاجة ما أخذناها زمان دليل أو كاشف اسمه عباد الشمس أو دوار الشمس لأنه في الوسط الحمضي بيدي لون أحمد والقاعدة بيدي لون أزرق وبيدي لون الجواني أو البنفسجي في الوسط المتعادل يبقى إحنا بنعمل هنا إيه؟ عملية المعايرة في تفاعل اسمه التعادل يبقى إذن إحنا خلاص عرفنا إنه هيبقى بين حمض وقلوي لازم واحدة منهم نخب بالنا عشان الكلام مهم جدا لازم واحدة منهم يبقى فيها حمض والتانية قاعدة طيب لو استخدمنا المحلول القياسي حمض يبقى هو المحلول الإيه؟ ها؟ أيوة أنا سمعكم اللي هو معلوم حجمه وتركيزه يبقى أفع عليكم ويبقى المحلول الآخر المجهول هو القاعدة طيب واحد شاط يقول لي طيب لو عملنا العكس لو خدنا المحلول القياسي قاعدة يبقى هو المعلوم حجمه وتركيز ويبقى المطلوب إيه جد إيه المجهول؟ الحمض تمام يبقى إحنا ممكن نعمل اللي إحنا عايزينه المهم يبقى في مخي واخد بالي من معنى المحلول القياسي هو المحلول المعلوم حجمه وتركيزه طيب في تفاعل التعادل قد يكون حمضة أو قاعدة طيب لو حمض يبقى قاعدة هي المجهول طيب لو خدت المحلول القياسي حمض يبقى العكس على طول أهم حاجة تكون فاهم طيب يلا معلش نتعرف عن نوع التاني يلا النوع التاني من التفاعلات هي تفاعلات اسمها إيه؟ الأكسدة نشوفها الأكسدة والاختزال طيب تفاعلات الأكسدة والاختزال دي بتستخدم في تقدير تركيز المواد المؤكسدة والمختزة طيب فيه طالب شاطر يقول لي تفاعلات الأكسدة والاختزال يبقى أنا هنا بتكلم على إيه؟ على التفاعلات بيتم فيها فقد واكتساب لكتونات إيبقى فيه عملية أكسدة وعملية اختزال واللي بيحصله أكسدة عامل مختزل واللي بيحصله الاختزال هو العامل المؤكسد طيب طيب ليه بنقولها عشان دي أنواع التفاعلات التي تستخدم في عملية المعاينة؟ طيب هو ممكن يسألني فيها نعم طيب اللي علينا إيه بالتفصيل؟ التعادل طيب ليه بنقولها عشان هي منهج علينا لازم نعوى في التفاعلات الكيميائية المختلفة المستخدمة في عملية المعايد طب الكلام ده احنا قلناه قبل كده لما خدنا ايه ايوه انواع الافران اللي مستخدمة في انتاج الحديد الصلب احنا ما اخدناش بالتفصيل لكن ذكرناها قلنا الفون الكهربي الفون المفتوح ثم المحاول الاكسجيني بطريقة النفخ الاكسجيني النقي طب احنا خدناهم ليه بنذكرهم يبقى ده ايه انواع التفاعلات بالضبط زي انواع الافران اللي بتنتج حديد صلب خلاص احنا بنعمل ايه هنا بنأكد بمعلومة من ايه بباب الاول طيب تعال نرجح تاني التفاعلات الاكسجيني والاختزال اذا هي النوع الايه تمام النوع الثاني من التفاعلات المستخدمة في عملية المعايدة طب نشوف النوع الثالث هو نوع من التفاعلات بنسميها تفاعلات الترصيب طب تفاعلات الترصيب دي مهمة نعم ليه لان هي تفاعلات بتستخدم في تقدير تركيز المواد التي يمكن ان تعطي نواتج شحيحة الزوبان فين ايوة في الماء طب دي مهمة جدا ليه بقى لان هي دي التفاعلات اللي احنا استخدمناها ما كنا بنكشف عن الانيونات والكاتيونات وقلنا ان انا عندي في تفاعلات ترصيب اصدقائي تفاعل التالت هو تفاعلات الترصيب دي تفاعلات هامة جدا عشان كده بنقول ان تفاعلات الترصيب هي نوع التالت من التفاعلات المستخدمة في عملية المعاية طب تفاعلات الترصيب دي مهمة جدا ليه لان بينتج عنها مواد غير زائبة او شحيحة الزوبان في الماء ودي سبق ان احنا خدناها قبل كده لانها بتبقى بين محليل الاملاح فبينتج عندي ملح زائب وملح اخر غير زائب طب ما احنا خدنا امثلة كثيرة في الحتة دي خدنا مثلا نطق كل ريد الفضة قلنا ايه ها راصب ابيض جيلاتيني ها يعني الامثلة كثيرة على الترصيب وما جينا كشفنا عن كاتيونات زي الايه ها الحديد والاثنين وثلاثة وكنا بنقول راصب ايه ها بني محمر راصب ابيض مخدر في الالموني كان ابيض اذا هي دي تفاعلات الترصيب طب كويس جدا يبقى احنا اكدنا كده نشوف تاني كده اللوحة الهمة جدا هي انواع التفاعلات المستخدمة في المعينة ها نأكد عليها اول حاجة تفاعلات الايه ايواء التعادل ثم عندي تفاعلات الاجسادة والاختزال ثم تفاعلات الايه الترصيب جدول بيوضح لنا بعض الادلة المستخدمة في تفاعلات التعادل طب هي دي مهمة جدا ليه بقى تعالوا نشوف لان احنا هنا كلمة ادلة يعني ايه طيب بعد اذنكم كده نأكد عليها الادلة دي عباة عن مواد كيميائية مواد ايه كيميائية ممكن اسميها دليل او اسميها كاشف دليل او كاشف الادلة هي عباة عن الكاشف الكواشف التي تستخدم زي مثلا ايه مادة كيميائية او المادة كيميائية ويه مواد عضوية قد تكون حمضة او قاعدة تستخدم في التعرف على نوع الوسط نوع الوسط التي توضع فيه عن طي تغيير لونها يعني مثلا عندي مثلا دليل اسمه اخذناها طول عمينة بن درسه عباد الشمس او ضوار الشمس هناخد السنة دي دلائل اخرى زي الفينول في ثالين عندي المسهيل البرتقالي عندي اصرق البروموسيمول دي كلها ايه دلائل وكشافات بتستخدم للتعرف على نوع الوسط لمعرفة هل هو حامدي ام قاعدي ام متعادل طب تعالوا بينا نتعرف على الالوان بقى اللي احنا بقول هنتعرف على لونه الوسط اللي بيدل على نوعه حامدي ام قاعدي ام وسط متعادل ونشوف كده من جدول الادلة المستخدمة في التفاعل اللي احنا هنبدأ فيه اللي هو التعادل اللي هو علينا هناخده كمثال في عملية المعاية في التحليل الحاجة طب يلا هنشوف اول حاجة هنبدأ بالدليل وبعدين لونه في الوسط الحامدي ثم لونه في الوسط القاعدي ثم لونه في الوسط المتعادل كويس جدا يلا نبدأ مع بعض هنبدأ بالمثال برتقالي هنلاقي هنا لونه في الوسط الحامدي احمر طب كويس جدا طيب لونه في الوسط القاعدي اصفر طب اللون في الوسط المتعادل برتقال طيب هنا للأسف الشديد هنا مش حنقدر نفهمها بمعنى فهو لا فإيهنا عايزين نتضرب عليها أحمر أصفر برتقال يبقى هنا مثيل برتقالي ناخد بالنا من ألوانه في الأوساط المختلفة عشان كده سميناه دليل أو كاشف يكشف لي لو أنا أضفته واللون بتاع الوسط يديني لون أحمر يبقى أنت في الوسط الحامضي طب لو في وسط القاعدة يدي لون أصفر وهو هو الدليل طب لو الوسط متعادل مثلا ملح ومية أو هيدي لون برتقال ده إذن ده دليل مميز ليه بقى مميز وبنحبه قوي عشان بيديني ثلاث ألوان مختلفة في الأوساط الكيميائية الثلاث يبقى عنينا عليه طب يلا نشوف كمان دليل الفينول في ثلين يلا هنلاقي في اللون الايه آه شوف دي مشكلة هنا في الوسط الحامضي بيديني عديم اللون طب في الوسط القاعدة أحمى كويس جدا في الوسط إيه المتعادل بيديني عديم اللون طب هنا دي مشكلة بالنسبة لإيه الفينول في ثلين عشان كده بنقول إن الفينول يستخدم كدليل إمتى لما يكون عندي الحمض هو الضعيف والقاعدة هي قوية طب واحد شاطر يقول لي ليه هنا هي قاعدة هي اللي تبقى قوية في يستخدم الدليل هنا في نول في ثلين لإني بيديني لون فيها أحمى تمام يبقى من أحسن أدلة اللي بتستخدم في الكشف عن الوسط القاعدة هو الفينول في ثلين أو يبقى يستخدم دليل الفينول في ثلين في حالة لما يكون الحمض ضعيف والقاعدة هي اللي قوية ممتاز طيب المثال برتقالي في المثال الأولين إمتى يستخدم إحنا هنا ده مميز لكن هنا برضو بنستخدمه لما يكون الحمض قوي الحمض إيه قوي والقاعدة ضعيف نستخدم دليل المثال إيه البرتقال طب نشوف باقي الأدل يلا عباد الشمس أو دوار الشمس يلا هنا إحنا عارفينه ده ده أحمر في الحامضي ها أيوة قاعدة أزرق والإرجواني اللي هو البنفسيجي في الوسط المتعادل ده إحنا كلنا عارفين كويس جدا طيب نشوف أزرق البرموسيمول هنا هنلاقي عندي في اللون في الوسط الحامضي أصفر في القاعدة بيديني أزرق والمتعادل بيديني أخضر إيه فاتح تمام جدا طب يبقى هنا ممكن أستخدم إيه ناخد بنا بقى عشان هنا فيه حتة مهمة بتيجي أسئلة نلاحظ عشان نفاق بين الأدلة ناخد مثلا إيه عباد الشمس عناي على عباد الشمس وعلى أزرق البرموسيمول كويس جدا فبنقول لو عندي حمض قوي خد بالك حمض إيه قوي وعندي قاعدة قوية يبقى ممكن أستخدم إيه قالك أحد الدليلين اللي هم مين يا عباد الشمس يا أزرق البرموسيمول طب لوحد قالك ليه عشان في الحالتين في حالة القاعدة القوية بيدي لون أزق فخلاص حاستبعده يبقى اللي حيميز لي قوي اللي هو إيه في الحامضي أهو ماهو هنا أحمد وهنا أصفر تمام يبقى عباد الشمس والأزق البرموسيمول دول الدليلين يستخدموا في حالة إيه الحمض القوي والقاعدة القوية يستخدم أحد الدليلين عباد الشمس أو أزرق البرموسيمول طيب لو كان الحمض قوي والقاعدة ضعيفة أستخدم دليل المثيل البورتقالي طيب لو حمض ضعيف ها وقاعدة قوية يستخدم دليل ايه ها لازم أستخدم الفينول ايه ها في سالين ليه لأن في حالة الحمض ها وفي حالة التعادل بيدي عديم اللون طيب أصدقائي إحنا الألوان هنا مهمة بتاعت الأدلة فحنتعب شوية في حفظها معلش ليه لأن إحنا بيبقى مطلوب مننا إن إحنا نستخدم الدليل المناسب ككاشف في الوسط اللي أنا بكشف عنه هل هو حامدي أم قاعدي أم متعدي طيب كده يبقى إحنا استخدمنا إيه استخدمنا محلول قياسي استخدمنا دلائل وكشافات في عملية اسمها عملية الإيه المعاية طيب كتحليل كمي حجمي كويس جدا طيب واحدين نشاطر بقى يقول لي هل ممكن إن إحنا بقى نقوم بتجهوب عملية نستخدم فيها تفاعل التعادل كمثال في تحليل حجمي كمي حجمي ها يلا بينا نشوف السؤال ونشوف إزاي جيه قبل كده في الامتحان كمثال وده اللي موجود عندنا في المنهج هنلتزم به طيب نشوف كده مع بعض بيقول لي إيه بيقول لي هنا تفاعل التعادل بين حمض الهايدروكرويك كحمض تمام وقاعدة مثل محلول هيدروكسيد الصوديوم وجي قال لي هنا إيه بقى قال لي إيه قال لي مجهول التركيز طيب واحد شاطر يقول لي هنا يبقى مين القياسي هنا آه خد بالك كده يبقى الحمض ليه لأنه هو المعلوم حجمه وتركيزه لأنه جي قال لي وقاعدة مثل هيدروكسيد الصوديوم مجهولة التركيز فهنا هنجيب حجمها ونبدأ نستخدم قانون هنعرفه نتعرف عليه كمان شوية طيب هنا عشان نقوم بعملية المعايرة والتفاعل اللي قدامنا ده لابد إن إحنا نستخدم أدوات فإحنا هنا مهم جدا إن إحنا نتعرف على الأدوات المستخدمة في عملية المعايرة طيب الأدوات اللي عندي إيه هي تعالي نتعرف عليها أول حاجة بيبقى عندي حاجة اسمها السحاحة المدرجة والسحاحة المدرجة هي عبوعاً أنبوبة زجاجية طلها تقريباً متر بتنتهي بصنبور أي محبس بنتحكم من خلاله في سقوط المحلول اللي داخله وغالباً بيبقى دايماً هو المحلول القياسي اللي هو الحمد نقطة نقطة تمام يبقى أول حاجة إيه السحاحة المدرجة ثم بعد ذلك هنستخدم الدوع المخروطي وبنضع فيه هذا الدوع المخروطي على شكل أمع أو على شكل هامي القاعد وهو المحلول المجهول وبنضع فيها كذلك من ضمن الأدوات الدليل المناسب ثم بنقل هذه الأدوات داخل السحاحة وداخل الدوع بواسطة ما يسمى الماصة دي عبوعاً أنبوبة وفيعة بتنقل بيها المواد الكيميائية من الكأس أو الدوع إلى السحاحة المدرجة والمخروطي طيب يبقى أدي الأدوات بتاعتنا يبقى إحنا بس نذكرها مهم جداً نعرف أدوات العملية المستخدمة في عملية المعاية طيب تعالوا نشوف بقى طريقة حساب تركيز محلول هيدوكسيد الصوديوم بالقانون من علاقة معينة اسمها قانون المعاية تمام؟ يلا نشوفها كده مع بعض عندي هنا هذا القانون قدامنا هو قانون المعاية طيب هذا القانون بيستخدم فيه رموز نشوفها مع بعض M A V A على N A طيب كلمة إيه هنا بمعنى أسد يعني حمض إذن الجانب الأيصر من القانون هو خاص بي المحلول القياسي اللي عندي اللي هو الأحمر ليه؟ لأنه معلوم حجم وتركيز طيب الجانب الآخر اللي هو جهة اليمين عندي M P V P ثم N P طيب ال P هي بيز بيز يعني قاعدة طيب تعالوا بقى نتعرف على القانون أنا هنا البسط بتاعي عبارة M A V A إذن أنا بضرب M A في V A على N A تعالوا نتعرف بقى على الثلاث مجاهيل دول أول حاجة عندي هنا M A أهو شايفينها في القانون مين M A هي تركيز الحمض المستخدم نخد بالنا عشان الكلام مهم جدا عشان ما يجي نحل المسائل طيب كلمة تركيز الحمض إحنا كلنا عارفين التركيز عدد المولات على الحجم باللتر يبقى طالما أنا بعين تركيز M A يبقى هنا أنا الوحدة عندي زي القانون ما بيقوله على طول عدد مولات على حجم باللتر يبقى التركيز M A تطلع القيمة مول لكل لتر كويس جدا نخد بالنا عشان الوحدات عليها درجة في التعويض في المسائل المجهول الآخر في القانون عندي V A بفضو إيه بقى إحنا بنتكلم عن حجم الحمض المستخدم في المعاياة ناخد بالنا من ملحوظة هامة جدا 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 وهي الحجم هنا مش باللتر وانا شغال في قانون المعاياة اللي قدامنا ده أنا باخد الحجم بالملي لتر ناخد بالنا ولا يمكن تحويله إلى اللت يبقى هو V A يبقى بيسوي حجم الحمض المستخدم في المعاياة بالملي تمام يبقى هنا القانون إيه بقى يبقى القانون البسطي خلصناه M A في V A يبقى تركيز الحمض في حجم الحمض طب واحد شاطر أنا سمعه دول معلومين آه بالنسبة لنا يبقى الحمض هنا إيه أنا عايزة أسمع ها تمام هو المحلول القياسي عشرة لعشرة طيب يلا نشوف المجهولة الثالث في الأحماض عدد مولات الحمض N A شايفين المجهولة الثالث عدد المولات من الحمض في معدلة التفاعل ايه قال لي فيه كلمة بقول مهمة جدا المتزنة إذا نخد بالك أنا بعين N A كعدد مولات مش من المسألة لا هو في المسألة ما نحل إن شاء الله بيديك من الحمض ومن القاعدة فقوم عامل بينهم التفاعل الكيمياء لأن أنا شغلت عادل وقوم وزن المعدلة ومن وزنك للمعدلة حاخد N A اللي هي عدد مولات الحمض في المعدلة التفاعل المتزنة أنا بعيد تاني المتزنة هو علينا يا مستر وزن المعدلة كيميائية يا الله ده أساس الكيمياء في السنوية من أولى سنوي كيف أوزن المعدلة كيميائية وحنتضرب عليها إن شاء الله طيب لو قدام الحمض 2 HCL 2 HCL يبقى نعوض عن N A يبقى بالظبط كده باتنين طيب لو ما فيش HCL بس يبقى مول واحد جزيء واحد يبقى ال N A بيساوي واحد طيب كويس جدا كده يبقى احنا خلصنا في قانون المعيرة ثلاث حاجات التركيز في الحجم على العدد الملات وده الجانب الأيثر من القانون يلا ننتقل للجانب الأيمن وهو القعدة اللي هي ايه بقى أنا عايز أسمع هي المفروض يبقى المحلول المجهول اللي احنا ممكن نعين ايه اي من هما ممكن بس نتعرف على المجهول بتاعه M P زي ما عملنا في ال M A يبقى P PIS يعني قاعدة يبقى تركيز القلوي أو قاعدة المستخدمة التركيز عدد ملات على الحجم باللت يبقى مول كل لت الوحدات هامة عليها نص درجة تنسى وحدتين بدرجة من الثلاثة بتاعت المسألة كلها يلا نشوف على طول القانون المجهول الآخر V P وهو حجم القلوي المستخدم في المعايرة اللي عندي وناخذ بقى هنا بقلنا ايه زي ما قلنا في الحمض الحجم بالملي لت اوعى تحوله للت لان لو المسألة فيها مجهول واحد يبقى هو يحجم يتركيز عايز ففي الحالتين بستخدم الحجم بالملي وتركيز مل كل لت انما لما يكون فيه مجهولين وبيطلب منك الكتلة او عدد ملات اه هنشوف بقى ما نحل مسائل هنحول الملي الى لت ازاي تمام من صغية لكبير فبنقسم على ألف لان اللت فيه ألف ملي اوكي يبقى فيه P بيسوي حجم القلوي المستخدم في المعايرة اللي هو بالايه بالملي كويس جدا ناخد آخر مجهول وهو NB NB هو عدد الملات من القلوي ده موجود عندي فين في المعدلة التفاعل برضو المتزنة يبقى أنا أمام ايه دلوقتي أمام قانون كامل بيوضح لي ايه قانون ده ها بيوضح المحلولين اللي هما استخدمتهم في تفاعل التعادل الطافل أيصى اللي هو الحمض والطافل أيمن هو القاعدة أحد ما بيبقى قياسي والآخر بيبقى تمام مجهول طب هنا ممكن أستخدم MB واستخدمها كمجهول اللي هو اللي مطلوب في المسألة يقول لك مثلا اوجد تركيز القاعدة أو اوجد حجم القاعدة طب هل ممكن نعكس اه احنا قلنا وأكدنا ما ممكن يكون المحلول المعلوم ايه ها هو القاعدة اللي هو القياسي معلوم MB و VB يعني حجم وتركيز يبقى المطلوب مني ايه اه اروح للحمض واشوف مطلوب مني في المسألة يقول لك اوجد ها تركيز الحمض اوجد حجم الحمض طيب واحد يسألني اما للمقامات دي هنجيبها من اين ما احنا قلنا NA وNB بتستخدم الاتنين دول وبنجد معلوماتهم من خلال اهو أنا كاتب معادلة التفاعل المتازنة اصدقائي اذا شغلنا كله هيبقى في التحليل الحجمي ان شاء الله كتطبيقات على قانون المعاية في تفاعل واحد فقط هو تفاعل التعادل ولذلك اكدنا على ان هناك قانون يسمى قانون المعاية M A في V B NA في V A على NA بيساوي M B V B على N B واكدنا ان الحجم في حالة قانون المعاية بنعوب عنه بالملة كويس جدا يبقى يتبقى لنا ايه تطبيق هذا القانون في حال المسائل والحقيقة ارجو ان احنا نكون وفقنا في عرض احد انواع التحليل الكيميائي الحجمي كاحد انواع التحليل الكيمي وان شاء الله نوعيدكم في الحلقة القادمة باذن الله ان احنا ناخد تطبيقات على هذا القانون باستخدام القوانين اللي سبق دراستها لان هنحتاجها هنحتاج نعين الكتلة المولية اللي هي الكتلة جزائية للمادة هنحتاج عدد المولات هنحتاج التركيز هنحتاج عدد المولات كتلة على كتلة هنحتاج عدد المولات عدد على عدد أفو جادر هنحتاج النسبة المقوية إذن كل ده مع القانون المعين حسب إيه المطلوب في المسألة هل باستخدام مجهول واحد أو باستخدام زي ما هنشوف إن شاء الله مجهولين وأصدقائي أرجو أن احنا نكون وفقنا وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله